تحت خط الفقر أو ربما في مرحلة الفقر المدقع والجوع يعيش ملايين اليمنيين في ظل مأساة إنسانية قبرى بسبب الحرب المتواصلة في البلاد منذ نحو تسع سنوات محمد أحمد عاتي مواطن يمني نازح يسكن قوخا طينيا بقرية الجعدة في محافظة حجة بعدما خرج من بيته قصرا منذ أربعة سنوات بصحبة زوجته وأطفاله هربا من الموت أثناء المعارك التي دارت بقرية الطينة في المحافظة ذاتها سنة 2019 بين الجيش اليمني الشرعي وميليشيا الحوثي المدعومة إيرانية فقد محمد بيته وأرضه ومصدر رزقه بسبب الحرب فبات غير قادر على تأمين متطلبات الحياة اليومية لأسرته ناهيك عن توفير نفقات العلاج لطفله المريض إبراهيم أنا نازح من الطينة إلى الجادة أنا وأولادي من الطينة إلى الجادة من دير يثميدي وابن المريض هذا إبراهيم ورح توبهم من مستشفيات كثير ومن فيادات كثير وأنني من الظروف ما كنت آلج إلى حد الآن عنده ورم هنا وانده انحناء وانده ورم في الظهر والمساليك عنده البول ما يوقف ما يتوقف البول ولا يتبول طبيعي حتى وبينما يؤكد تقرير البنك الدولي الصادر في آذار الماضي أن اليمن يتصدر البلدان الأشد فقرا والأقل نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني اليمنيون من التداعيات الاقتصادية للحرب فيشقو محمد من الديون التي أثقلت كاهلة في رحلة علاج طفله ذو السبعة أعوام مؤكدا أنه أصبح عاجزا ومقيدا عن تأمين تكاليف العلاج والدواء لطفله للعام الثالث على التوالي هي الحرب حين تشتعل شرارتها في بلد تأتي على الأخضر واليابس ولا تدمر ثروات الشعب في الحاضر فقط بل تقضي على الأمل في مستقبل أفضل